بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين الحصطة دي هتكلم عن تكوين أكبر عدد وأصغر عدد إزاي أكون أكبر عدد وأصغر عدد السؤال بيجي بطريقتين يا إما بيديني أرقام وبقولي كويني منها أكبر عدد وأصغر عدد تمام يا إما بيديني أرقام زي دي بينها فواصل كده ويقولي كويني أكبر عدد وأصغر عدد يا إما بيديني العدد كامل ويقولي قاعد ترتيب العدد لتكوين أكبر عدد وأصغر عدد يبقى تاني أنا بيجي للسؤال نقطة تاني إما بيجيب لي أرقام زي دي ويقولي كويني منها أو قاعدي ترتيبها يا إما بيديني آآ كلام لفظي انا اللي بكون منه اكبر عدد واصغر عدد. يبقى تاني السؤال بيجي لي بطريقتين. يا اما بديني ارقام سواء كانت منفصلة او جنب بعضها. لو منفصلة بيقول لي كوني من الارقام دي اكبر عدد واصغر عدد. لو جنب بعضها متصلة زي دي بيقول لي قعد ترتيب العدد لتكوين اكبر عدد واصغر عدد. تمام? ففي كلتا الحالتين انا باعتبرهم مسألة واحدة. يعني حتى لو جايب لي عدد بقول لي قعد ترتيبه انا باعتبر ان في فواصل. انا باعتبر ان في فواصل. بشتغل كان في فواصل بين العدد. يبقى انا هجيب اصغر عدد واكبر عدد. اه المشكلة اه في النقطة دي الطلبة كتير بيعرفوا يحلوها بس المشكلة بقى عندهم في اه رقم الصفر. يتعاملوا ازاي مع الصفر? ناس كتير بتغلط وتحط الصفر اه اول رقم? طيب تعالوا نشوف لو انا حطيت الصفر هنا وهنا. عايز اقارب من دي وبين دي. دي بنطقها سبعة. ودي برضو يا ولاد بنطقها سبعة. تمام? يبقى دي اسمها سبعة ودي اسمها سبعة. ازا السفر اللي انا حطيته على الشمال ما اريتوش. دي موجودة عندي في خانة الاحد سبعة وخانة العشرات صفة مش موجودة. يعني مفيش في حد مفيش حد بموجود في الفانة دي. فبينطقها برضو سبعة. يبقى ازا السفر اللي انا حطيته على الشمال ليس له قيمة. يبقى لما يكون عندي صفر ما ينفعش ابدا قعدة سبت احطه على الشمال. ما يكون عندي تكوين ارقامه في صفر ما ينفعش ابدا احطه على الشمال يقع مني يا ولاد الصفر لوحده على الشمال يقع ملوش اي ما لازم اجيب له رقم اكبر منه شوية في الاعداد دي عشان يسنده عشان ما يقعش مني يبقى تاني الصفر على الشمال ملوش اي ما يقع مني على طول لازم اسنده باي رقم اي رقم جنبه اسنده بيه عشان ما يقعش تمام زي بالزبط ما يكون عندنا بيه بصغير تمام لسه ما تعودش يمشي ويتحرك كلام من ده تلاقي ماما يحطه وحطه مسانة جنبه عشان ما يقعش هكذا نفس الصفر ده بالنسبة لي الطفل صغير ما ينفعش ابدا احطه اا لوحده من غير ما يسنده باي ارقام تسنده عشان ما يقعش مني خلاص يبقى تاني المشكلة عندي في النقط دي دي سؤال سهل جدا وسؤال مضمون ان انا جيب فيه درجات فما ينفعش يضيع مني عشان حاجة صغيرة يبقى تاني ما يكون عندي صفر قاعدة سبتة اقوعة تحطه على الشمال انا عارفة ان هو اصغر رقم بس ما ينفعش تحطه لوحده لازم تسنده برقم قبله خلاص فانا هدور يبقى انا اصغر رقم عندي الصفر ما ينفعش اخده لوحده فهدور على حد اكبر منه شوية عشان يسنده لي مين اكبر منه شوية الاتنين تمام يبقى انا هبدأ بالاتنين يبقى اصغر عدد هبدأ بالاتنين بعدين بقى احط الصفر كده انا سندته بالاتنين فخلاص مش هيقع مني خلاص يبقى تاني انا بشوف اصغر رقم عندي. الصفر يا مسي ما انفعش تاخده الواحد ويقع. يبقى لازم ادور على رقم اكبر منه شوية اسنده بيه. خلاص هيبقت اتنين صفر. طيب مين بقى بعد كده? مين الاكبر شوية? الاربعة. تمام. بعديها الخمسة. تمام. بعديها الستة. تمام. بعديها التسعة. يبقى هنا كونت اصغر رقم. اصغر رقم ببدأ من من الشمال. اصغر اصغر ارقم وايه? وابدأ اكبرها كده واحدة واحدة. طب اكبر رقم. يبقى انا هبدأ من الشمال باكبر رقم. مين اكبر رقم عندي التسعة? تمام. بعدي مين? بعدي الستة. تمام. بعدي مين? بعدي الخمسة. تمام? بعدي الاربعة. بعد الاتنين. بعدي الصفر. يبقى السؤال ده. سؤال مضمون في الامتحان. سؤال درجات. اقدر احصر فيه درجات. فما ينفعش ان انا كل حكاية ان انا لو عندي صفر. ما اخدوش احطه على الشمال لوحده. لازم اسنده برقم اكبر منه شوية. في الارقام اللي موجودة عندي. اسنده برقم الاكبر منه شوية في الارقام. وابدأ احطه بقى واشتغل عادي جدا. طيب. افرض بقى السؤال جايلي كده. اصغر عدد مكون. ده انا بقى اللي بجيب العدد. انا اللي بكتبه. طيب. عشان اقرأ السؤال ده سهل جدا. كل حكاية ان انا بحط خطوط تحت النقاط المهمة. هو بقول لي انا بقرأ السؤال وابدأ احط خط تحت كل كلمة مهمة هتفدني وانا بحل. اصغر عدد يبقى انا احطه تحت كلمة اصغر. عشان عارف ان هو صغير. مكون من ستة ارقام. اه يبقى ستة ارقام. ستة ارقام يعني ست خنات يا ولاد. مكون من ستة ارقام يعني ست خنات. يعني اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عود ابنك يا حل بالطريقة دي. يبقى تاني انا اقرأ السؤال وحط خطوط تحت النقاط المهمة. كلمة اصغر تمام. وكلمة ستة ارقام. ايوا يبقى ستة ارقام يعني ستة خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اول ما تشوفي كلمة اصغر عودي نفسك اشلها وحط واحد صفر. اول ما شوف كلمة اصغر اشلها وحط واحد صفر. لان اصغر الرقم عندي يا ولاد هو الصفر. واتفقنا ما ينفعش اخده احطه في الشمال. فلازم اسنده برقم اللي اكبر منه شوية. مين اللي اكبر منه شوية? الواحد. ركزوا معي. انا بدور في الارقام بتاعتي على اصغر اعداد عشان اكون بها العدد بتاعي. ركزوا معي. في فرق بين الارقام والاعداد. في فرق بين الارقام والاعداد. الرقم هو اللي بتكون من خانة واحدة. تمام? زي الصفر الواحد الاتنين التلاتة الاربعة رقم الخمسة رقم الستة رقم السبعة التمانية التسعة. انما العشرة يا ولاد مفيش حاجة اسمها الرقم عشر اسمها العدد عشرة. لانه تكون من رقمين عندي من خانتين. اتكون من الرقم صفر والرقم واحد. يبقى انا عندي الارقام بتاعتي من صفر لحد تسعة. من بعد التسعة دي اسمها اعداد. خلاص? فانا عايز اكتب اصغر رقم فبدأ اصغر عدد فلازم ادور في اصغر ارقام عندي. مين اصغر رقم ما انا الارقام دي? الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة هي دي اللي بتكون لأي عدد في الدنيا. الارقام دي هي دي اللي بتكون لي اي عدد في الدنيا مهما كبر. مش هتلاقي فيه فعال فيه رقم مختلف تاني احنا بناخده. التلاتة يمس تلاتة واحدة. الستمية يمس ستة وصفرين. التسعة تلاف سبعمية خمسة وتمانين. تسعة تلاف سبعمية خمسة وتمانين. دي الارقام بتاعتها. يبقى الارقام دي هي اللي بتكون لي الاعداد الكبيرة بتاعتي. فعشان كده لما باجي اقول اصغر عدد يبقى هدور في الارقام بتاعتي على اصغر رقم. عشان يكون بيه العدد. اللي هو مين? الصفر. واحنا اتفقنا ما ينفعش اخده لوحده. لازم اسنده بحاجة فبسنده بالواحد. خلاص? يبقى تاني انا باقرأ اصغر عدد مكون من ستة ارقام. ستة ارقام يعني ستة خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. خلاص? كلمة اصغر اول ما شوفها احط واحد صفر يبقى انا كمان هحط واحد صفر عشان ما ينفعش احط الصفر عشان مال لوحده. طيب قالك مختلفة. ما قالكش اي حاجة بعد صح? ما قالكش كلمة مختلفة ولا مجموعهم ولا يساوي ولا 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 بولك اصغر عدد مكون من ستات ارقام ادي ستة ارقام بتوعي. اصغر عدد يعني واحد صفر. ما عنديش كلمة مختلفة هيبقى هكمل الباقي اصفار. واحدة تانية. اصغر عدد مكون من으면 ارقام. تمن ارقام يعني تمن خنات. هده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اصغر عدد كلمة اصغر اول ما شوفها احشلها وحط واحد صفر. قالك مختلفة لا يبقى كله صفر. خلاص? واحدة تانية. اصغر عدد مكوم من عشرة ارقام. عشرة ارقام يعني عشر خنات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كلمة اصغر اول ما اشوف هشولها وحط واحد صفر. ما قال ليش مختلفة اه يبقى هكمل الباقي كله اصفار. الباقي كله اصفار. تمام? اصغر عدد مكوم من سبعة ارقام مختلفة. ايبقى انا هحط تحت اصغر. وسبعة ارقام. اللي زات عندي كلمة مختلفة. اللي زات عندي كلمة مختلفة. انا هشتغل عادي برضو. سبعة ارقام يعني سبعة خنات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. كلمة اصغر هشلها وحط واحد صفر. بس هنا بقى بيقول لي مختلفة. يعني ما اتكرريش ارقام. يبقى هشتغل بقى بعد الواحد اتنين. بعد الاتنين تلاتة. بعد التلاتة اربعة خمسة ستة. واحدة تانية. اصغر عدد مكوّم من ستة ارقام مختلفة. هشتغل عادي جدا. ستة ارقام يعني ستة خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اصغر عدد اول ما اشوف كلمة اصغر اشلها وحط واحد صفر. قل لي مختلفة يعني ما اقررش ارقام يبقى تنين تلاتة اربعة خمسة خلاص يبقى تاني كلمة اصغر عدد مكون من ستة ارقام ستة ارقام ويا ست خنات اول ما اشوف كلمة اصغر بشولها واحط واحد صفر كلمة مختلفة يعني بقول لي ما تستخدميش الارقام اللي انت بتستخدمها تاني يبقى مش هستخدم الواحد خلاص افتب كتبت الاتنين مش هستخدمه تاني تلاتة اربعة خمسة لتنم ارقام تكون مختلفة طيب اصغر عدد مكون من ستة ارقام مختلفة ومجموعة هم خمستاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اصغر عدد مكون من ستة ارقام مختلفة ومجموعة هم خمستاشر. ستة ارقام يعني ستة خانات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اصغر عدد اول ما اشوف اصغر احط واحد صفر. هشتغل عادي يا ولاد واشوف مجموع بقى الارقام بتاعتي. اتنين. انا بقنا ستة. حط الاربعة. بقنا عشرة. هحط الخمسة اه يبقى بقى لدينا خمسة وشر بقى كأنها مسألة عادية. طيب ركز معي. اصغر عدد مكون من ستة ارقام مختلفة ومجموعهم سبعتاشر. ركز كده معي بقى. ستة ارقام يعني ست خنات صح? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اصغر عدد يعني واحد صفر. مختلفة يعني مش هكرر الارقام بتاعتي. تمام? اه انا هقف هنا بقى لعشرين اشوف انا مجموعي سبعتاشر مفروض. واحد وصفر هو الواحد. واتنين تلاتة. تلاتة وتلاتة ستة. تمام? هنا دول كم خانة? اهو الاستخانة. واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام. اشتغلت اصغر رقم واحد صفر ستة خانات. تمام? واحد صفر بدأت اتنين تلاتة اربعة. ملاص? طيب اشوف انت بقى كم معك كم عشان تبقى تحط الباقي. يبقى تاني. اصغر عدد مكوم من ستة ارقام مختلفة مجموعهم خمستاشر. بشتغل عادي جدا لحد ما شوف الخانة الاخيرة وضعها ايه? كلمة ست خانات. ستة ارقام يعني ست خانات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اصغر يعني واحد صفر واحد صفر اشتغلت بدأ القلم مختلفة يبقى واحد صفر اتنين تلاتة اربعة. لازم بقى انا بحط الرقم الاخير اشوف معايا كام لان انا مفروض يبقى مجموعه كله سبعتاشر. طيب واحد وصفر هو الواحد. واتنين بقى تلاتة. وتلاتة ستة. واربعة عشرة. طيب ينفع حط السبعة هنا? اه ما عادش ينفع. لازم احط السبعة هنا. انا لو حطيت هنا خمسة مش مفروض بقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لو حطيت خمسة يبقى انا مش سبعتاشر. انا كده خمستاشر. ولو حطيت ستة يبقى انا سبتاشر يبقى انا غصب عني لازم احط السبع هنا. خلاص? يبقى تاني. اصغر عدد مكوم من ستة ارقام مختلفة ومجموعهم سبعتاشر بشتغل عادي جدا. ستة ارقام يعني ستة خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اصغر يعني واحد صفر. مجموعهم مختلفة يبقى واحد صفر اتنين تلاتة اربعة. اقف بقى. شوف انت مفروض كله يبقى على بعضه سبعتاشر. طيب شوف انت رسا معك كام? واحد صفر يبقى واحد واتنين تلاتة. وتلاتة ستة واربعة عشرة. وانا مفروض سبعتاشر يبقى غصب عني لازم احط هنا الايه? السبعة. طيب اكبر عدد مكوم من خمسة ارقام. خمسة ارقام يعني خمس خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كلمة اكبر يا ولاد. سوري انا حط هنا ماشي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? كلمة اكبر يا ولاد بشلها وحط التسعة مش رح انتفقنا كلمة اصغر اشلها وحط واحد صفر. يبقى كلمة اكبر اشلها وحط التسعة. قال لك مختلفة? لا يبقى كله تسعات. كله تسعات. طيب تاني كلمة اكبر عدد مكوم من تمن ارقام. تمن ارقام يعني تمن خنات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. كلمة اكبر اول ما شلها احط واحد ايه اشلها واحط ايه تسعة. قال لك مختلفة لا يبقى كله تسعيات. خلاص? طيب بعديها اكبر عدد مكوومة تسعة ارقام مختلفة. اشتغل عادي جدا تسعة ارقام يعني تسعة خانات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كلمة اكبر بشلها واحط تسعة. قال لي مختلفة يبقى ابدأ بقى رتب ايه? كاني برتب التنازل بعد التسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. اكبر عدد مكووم من تمن ارقام مختلفة. عادي جدا تمن ارقام يعني تمن خانات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كلمة اكبر اول ما شلها بحط ايه? تسعة اول ما شوفها بشلها واحط تسعة قال لي مختلفة اه يبقى انا كمان لازم حط ارقام مختلفة. بعد التسعة قال ليها تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين. ركز معي في اللي جاية. اكبر عدد مكووم من ستة ارقام مختلفة ومجموع الاحد والعشرات سبعة. يبقى انا هشتغل عادي لحد ما وصل للاحد والعشرات. هشتغل عادي لحد ما وصل للاحد والعشرات. ستة ارقام يعني ست خانات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اكبر اول ما شوفها بشلها واحط تسعة تمام. قال لي مختلفة يبقى تمانية سبعة ستة اه خمسة تمام. طب لو انا حطيت هنا خمسة. يبقى مفروض احط هنا كام? اتنين تمام. يبقى تاني. بقول لي اكبر عدد مكووم ستة ارقام ومجموع الاحد والعشرات سبعة. بشتغل عادي جدا لحد ما وصل الاحد والعشرات. كلمة ستة ارقام يعني ست خانات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اكبر يعني مفروض ابدأ بالتسعة تسعة. قال لي مختلفة يبقى تسعة تمانية سبعة ستة خمسة. اه هو عايز الاحد والعشرات مجموعهم سبعة. طب حطيت هنا خمسة هيبقى غصبة عني لازم احط هنا كام اتنين. اتفهمت? تاني اكبر عدد مكووم ستة ارقام هتحط خطة احت كلمة اكبر. ستة ارقام مختلفة ومجموع الاحد والعشرات سبعة. ها ستة ارقام يعني ست خانات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كلمة اكبر يعني هتبدأ بالتسعة. مختلفة يعني مش هتكرر الرقم. ستمانية سبعة ستة خمسة. اه اوقف بقى. ما انت مش عارف هتحط هنا كام? هو قالك الاحد والعشرات مجموع سبعة. طب هنا خمسة. يبقى مينفعش احط هنا اربعة. ينفعش احط هنا اربعة. وما ينفعش احط هنا تلاتة. يبقى غصبة عني لازم احط ايه اتنين. اتمنى اكون ادرت اسعد. واتمنى تشجعوني باشتراككم في القناة. وشكرا اه وجازك بالله خير. السلام عليكم.